تمتلك الجزائر ثلاثة خطوط أنابيب غاز دولية تربطها بأوروبا وهي خط أنابيب الغاز ترانسميد الذي يربط الجزائر بإيطاليا وبطاقة تصديرية تتجاوز 32 مليار متر مكعب من الغاز إلى جانب الخط المغاربي الأوروبي الذي يصل إلى إسبانيا عبر المغرب ويمكنه نقل كميات غاز سنوية تصل إلى 12 مليار متر مكعب ورسمياً انتهت الآجال التعاقدية لهذا الأنبوب في أكتوبر الماضي ولم يجدد عقده بعد أما خط الأنابيب الثالث فيتمثل في أمبوب ميدغاز الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا عبر البحر بساعة 8 مليارات متر مكعب وقد دخل حيز الخدمة في مارس 2011 وكان هناك مشروع أمبوب الغاز جالسي الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر سردينيا بساعة 8 مليارات متر مكعب وهو المشروع الذي أجل مرات عدة ثم ألغي بسبب تراجع الطلب الإيطالي على الغاز الجزائري كما أحيت التحركات الأوروبية الأخيرة أمال إعادة بعث مشروع خط أمبوب الغاز الجزائري النيجيري العابر للصحراء الذي يزيد طوله على 4000 كم يربط بعدها بشبكة خطوط الغاز الجزائرية ليضخ بعدها إلى أوروبا ترجمة نانسي قنقر